مساء الخير الصبايا كل عام وأنتوا بخير الله يجعل هالعيد الأطحى عليكم مبارك والفرج لسوريا أنا نزلت المعمول والكربيج والكعك كلياته عدة روابط وحبيت أنا أعمل ملاحظات لأنه كم هائل من الصبايا في كتير شغلات عم يتساءل وخصوصا المبتدئات أنا رح أطلب منك صبية ما تخافي أبدا ادخلي بسقة تامة للمطبخ كلياتنا خلقنا مالنا متعلمين ولا تخافي من الفشل وكل شي بإذن الله الوحي لحقلك أنا بتحبي المعمول بسميد زائد طحين فرخة زائد طحين داتو مع بعض تخلطيه وتعملي معمول حبيتي بسميد طبع المعمولية طبعا بس الناعم مع طحين فرخة هلأ رح أفرجيك إياه بتحبي سميد مع طحين فرخة أنا رح أقلق أساسيات للمعمول أول شي رح أفرجيك إيش هو طحين الفرخة هو بالأصل سميد ناعم جدا متل الطحين بس لونه أصفر هذا هو متل الطحين تماما بس بتلاقيه ملمسه أخشن شوي هداك بودرة زيادة عن اللزوم هدا هو طحين الفرخة هو بالأصل سميد بنخلط الحلبية بحبه سميد مع طحين فرخة أنا دايما بفضل أنه أخلط ثلاث أنواع أو نوعين يعني إذا بدأ أعمل أنا معمول كربيج بسميد لابد من أنه أحط طحين فرخة بس هذا زوء شخصي بتريدي نص بنص بتريدي ربع بتلتة أرباع بتريدي مثلا طحين الفرخة تلتة أرباع كيلو والربع الكيلو سميد أنا داي أعطيكي أساسيات المعمول وأنتي طريقة التحضير هي الأهم هو المعمول كل كيلو أنا بدأ أسميه خليط أنت نقي طحين سميد وطحين فرخة على راحتك بحاجة لأربعمية وخمسين جرام دسم إذا كان خليط بين ثلاث أنواع إذا كان طحين فقط بحاجة لخمسمية جرام دسم اللي هو السمن وفي منه الناس بستعملوا لكل كيلو خليط أربعمية جرام دسم بهالحالة بايش بيعودوا بدنا شي يعود لحتى ناخد عجينة مفتتة ولكن ملساء إيشو لنبيعودوا بالماء يعني الخليط الإله خمسمية جرام دسم يعني نص كيلو هو عبارة عن كاستين هالكاسات هدول هالكاسات والكيلو عم يطلق خمس كاسات طيب بعودوا بالماء يعني المعمول اللي إله خمسمية جرام دسم بياخد معك ماء مص كاسة وبجوز ربع كاسة تمام؟ في عندك معمول في يو بيت في يو لبن أو بودرة حليب مع حليب هذا أكتر الأحيان ما بيحتاج غير بخة ماء لأنه عم نعودوا بالبيض لكل كيلو خليط طحين هو حسراً بيصيد بالطحين أحياناً أنا بحط كاسة واحدة طحين فرخة للكيلو طبعاً طحين لأنه إله بيتين وإله إما طبق زبادي الطبق زبادي بيطلع تقريباً نص كاسة أو حليب تمام؟ هاي الأساسيات ما تخافي منجيب الخليط شلون بيقولوا الصبايا ما معناتها بس؟ منحط أول شيء كل شيء نواشف بدك تحطي سكر عادةً منحط خمس معالي إش بدك تحطي أكتر؟ معلش بس ما يتجاوز الكيلو ما يتجاوز الكاسة كاسة السكر تمام؟ حطينا رشة ملح حطينا تبلي في منهم بحطوا مع محلب مع حبة بركة مع هالأمور المعمول أنا ما بحطله ما بحطله تمام؟ أنا بسيت السمن لا تسخني سيحي ودايماً التركي مثلاً إنت استعملتي 450 جرام دسم التركي 50 جرام أو 100 جرام سمن عربي فرجيكي السمن العربي السمن العربي هذا أنا ما مسيحته السمن العربي دايماً إذا تركتيه برات البرات دايماً بيبقى سائل هذا أنا أصدي التسيح مجرد أنه يسيحي يصير السمن ديفي ما يوصل لدرجة الغليان طيب أنا هذا السمن دايماً العربي ما بنصحك أبداً تسيحي عن نار نهائي هو لين بهال قوام افركي فيه خليطك راح تغدي ريحة بتجنم وسمن عربي كأني على خالص لو استعملتي سمن نباتي في منه المدام نحن ظروفنا ما تسمح مننا نعمل بسمن نباتي أوكي حطي سمن نباتي بس حطي ولو معلقتين دسم سمن عربي بس قيمت اتركيهم قبل وضع سائل الماء وفركي فيه الخليط بهالشكل 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 هذا هو البس طيب نحن حطينا التوابل حطينا السمن بسينا تمينا ربع ساعة بهالشكل مثل الرمل غطيناه ما تخافي ما لو خميرة ما لو بيكين باودر تاني نهار بفضل دايماً لتاني نهار إذا طحين بعد ساعتين باشر في العمل ولكن إذا طحين فرخة سميت فرخة وسميت تركيلة تاني يوم إذا طحين فرخة فقط كمان تركيلة تاني يوم تاني يوم اش بتعملي بتجيبي قبل ما توضع سائل الماء هس من العربي الطير ارجع فركي فيه فركي فيه بهالطريقة بعدين منجيب سائل الماء إن كل كيلو دايماً كل خليط يتراوح متل ما قلتلك بجوز كاسة حسب الدسم اللي هي تطيب بجوز نس كاسة بجوز كاسة بجوز ثلاثة ارباع الكاسة بجوز كاسة وربع طيب شنون بتبخي الباع؟ أنا هذا هو هذا هلا هي العجينة مفتتة ممنوع العجن فيها شوفي شنون عجينتي مفتتة بتشبه عجينة البتفور لا العجينة مفتتة أنا الماء بعب الكاسة وببخه بهالطريقة بهالطريقة شوفي الردم ما معناته هذا الردم هذا الردم لم تكبيس هذا هو التكبيس تاخدي عجينة ملساة سهل تشكيلة تمام؟ سهل تشكيلة أنا ساويتها لنشوف خليط الفستو شنون؟ هذا هو خليط الفستو عبارة ثلاث معالق سكر ثلاث معالق قطر رشة مورب أو مازهر بيصير مثل العجينة بتاخد العقل بهالصورة ده فرجيكي شلون؟ نحن شوفي شلون؟ بتكبسي تكبيس مثل الكبة طيب رح أفرجيكي شلون؟ مثل الكبة باخد هالعجينة الفستو بحطها بهالطريقة وبسكر عليها شوفي شلون صارت ملساة هذا هو قالب المعمول عنا اوالب كتيرة باخد هالشكل الجميل طيب أنا عندي اوالب تانية التمر ارفق سمن عربي أنا دايما بحط سمن عربي ارفق لدي ايدك ماء بس وعجني تاخد عجينة لينة شوفي هالعجينة ماء حلها؟ رح أفرجيكي شلون؟ بهالصورة؟ منكمل صبايا العجينة صارت ملساة منكبس تكبيس ومنحشي الراس بعجوي بهالطريقة العجينة اللي كتير لينة لأرفي طبعا أنا بحط جوز في عندك عدة اوالب مثلا أنا بحطة بهال اوالب هي بتصير الهريسة هريسة اللوس شوفي شلون؟ رح نطالع أشكال كتير حلوة خلينا اخذ هالطنجرة خيصة مننا شوفي المعمول شلون؟ رتبنا بهالطريقة تمام؟ مثل ما قلنا السمن العربي لا تسيحي عن نار نهائي شوفي شلون؟ بحرارة المطبخ صار هذا السمن العربي الجيد فركي فيو خليط المعمول الحرارة حطيها مئة وستين مئة وسبعين مشان تمنع التشقق المعمول بالبداية الشعلي من فوق ومن تحت لاتنشف من فوق وطفي من فوق وطابعي من تحت ولكن يشقروا الحواف طفي من تحت ورجع يشعلي من فوق فهمتي علي؟ انا سببت الشكل من فوق مشان ما يتشقق معك انا عملت تجربة مشان اعمل حل للصبايا بس المعمول اذا اختي كفايته من النجاح ما بيتشقق بيتشقق لعدة اسباب بكوني حشتي زيادة او العجينة بحاجة لترطيب طبعا اذا العجينة ماء لينة وطرية بهالشكل بيتشقق متل جلدة الانسان وقت بتتعرض للنشفان شلون بتتشقق العجينة نفس الشي العجينة بده ترطيب او ما تحشية زيادة او بتكون الحرارة الفرن قوية كتير عم بتحطيها عم تجي درجات فروق حرارة عم تتشقق في عدة اسباب انا هالحل شفته وجربته طلع ناجح طب انا افرجيكي هالكعكات الكعك نفس الشي هدول الكعكات هدول الكعكات هدول راس بعجوي هاد الآلب بدي افرجيكي اياه شلون ما احلى هالشكل تمام لسه فيه وحده شو فيه ما احلاهو تقدري انتي الفستو تقسميه بالنص وتزيني بها الشكل ما بدك ما فيه داعي انتي هرة فيه صبايا عم بيقولوا بيحمصوا الفستو مشان رطوبة منه للأسف انا ما بنصحك نهائي الرطوبة رح تنشف مجرد ما تعرضي المعمول للفرن وهو بداخل بالعكس هالرطوبة بتنشف وقت الفستو ما بتحمسي انا من النوع اللي ما بحمس فستو نهائي بحطه كما هو لانه بمجرد ما يتعرض لدخوله للفرن رح يتعرض للنشفان حتى بيبقى معك شهر اجباري اي مادة رح تتعرض للتبخير اش في سوائل رح تنشف بقى وين رطوبة لحتى نروح نغرض الفستو للطحميس ونفقد هالطعمة الطيبة من الفستو الحلبي حشوة الجوز سكر ما زهر او ما ورد دايما ضروري معلقة السمن العربي بالحشوة بتعطيكي هالليونة الحلوة شوفي ما احلاها متل العجينة ما رح تمكان معك ابدا ابدا وتصير متل الحجرة تمام؟ رح افرشيكي انا معمولاتي طالعتهم بالفرن بدي اعطيكي عينة في صبايا عم بيقولوا بتتشقق الكربوجة طليل اذا تشققت فرضنا شوفي بتعمليه بهالطريقة لحالة بتلم عرفتي نحنا منا يعني انسان احيانا بيزيد الحشوة انا زدت مثلا الحشوة هون طلعت وحدة مشق تشققت غلط مو غلط ابدا رح تلمل حالة ما تخافي ابدا انتي ضغطة بييدك انا هلا هاي شقت بعمل ضغطة بيدي هيك بسيطة وهي سخنة بعد شوي رح تتفاجأ يبدك تقولي وين التشقق راح التشقق تمام؟ هلا هاي انا عندي اياها مشققة بعمل بهالطريقة بهالطريقة راح التشقق وحدة مشققة طب خلينا نسكبن نسكبن هون هذول معمولات سخنات نار سخنات نار بيجننوا شو فيه ما احلا هون هدا هو معمول مادام بلا هدا هو المعمول قبل الخبز هلا راح نخبزه صدقيني شي ياخد العقل بدي افرجيكي انا بس راح نحط كعكة هون بنا نحط معمولة هون وهذا هدا طبعا الو سكر بدي افرجيكي انا كعكة الكعكة بهالطريقة 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 بتحبي تحطي فستو بتحطي على راحتك انتي حرق هدا هو معمولنا كل عاموا انتو بخير يال بياد مع مادام دلال هدا هو بتاعكم راس التمر او الاسبعجوي او سيوه اهل اللادي يبقوا سيوه يعني راس التمر هدون هنه خلصناهم الحرارة مئة وستين مئة وسبعين نظم الحرارة بفرن شعلي من فوق ومن تحت حطي اول دقيقتين من فوق ومن تحت بعدين طفي من فوق وشعلي مشعول من تحت وتابعي بعملية الشواء كل كيلو خليط انا متل ما قلتلت بتحبي بطحين مع سميد بتحبي بطحين فرخة خليط بتحبي بطحين لحاله متل اهل الشام كل كيلو خليط بحاجة لأربعمائة وخمسين جرام دسلن اول يوم نخلط النواشق مع بعض لكل كيلو خمس معالق سكر في منهم ما بيحبوا السكر بكتفوا بثلاث معالق في منهم بيحبوا زيادة بيحطوهم سبع معالق هاي زوء شخصي رشة ملح محلب للكعك والقراس البعجم المعمول والكربيج كربيج اول يوم منسيح السمن تسليح فقط ما منوصله لدرجة الغليان منطبه فوق الخليط تبعنا اللي هو سميد او طحين متل ما الا ومنفرقه نفرق متل الرمل براحة اليد لمدة ربع ساعة راح تطلع ريحة بتجنن انا دايما بحط خمسين جرام سمن عربي اضافة يعني هو الدسم مو اربعمية وخمسين جرام بشيل خمسين جرام دسم سمن عربي او ميت جرام بفركن بس تاني يوم تمام؟ وبفركن ليناء السمنة بتكون لينة يعني غير سايحة فارجيكم ياها المهم بسينا الدسم للخليط وتاني يوم منحط متل ما قلنا صام عربي منفرقه مرة تانية بده تكون العجينة مفتتة بعدين منحط سائل الماء الجوز يحتاج معك لكاسي الجوز كاسي وربع مو اكتر ابدا وبجوزها قل من كاسي حسب استيعاب السميد والطحين بس اهم شي تم تنعي عن العجن وطريقة الردم واللم والجمع وانا برهنتلك ياها وفرجيتك ياها بتفركي فرق وبتلمني هيك بتاغدي معمول عبي هر هر والمي بطريقة الرش والتكبيس والردم واللم ما تحطيها دفعة وحدة شوي شوي اذا حطيتيا دفعة وحدة وعجنتي رح تقسمعك المعمول مهما ان شاء الله تكوني حيث 500 جرام دسم واذا حطيتي المي دفعة وحدة وعجنتي عجن رح تاخدي معمول اسي معناتها المعمول نجاحه بطريقة التحضير وليس بالوصف فقط معناتها طريقة التحضير ومآدير الوصفة هي المفروض تكون كاملة متكاملة يعني في شي تكميل للنجاح وهو طريقة التحضير كل عام انتو خير وحج مبرور لكل انسان الحج يا رب ودعولي انه الله يمنحني الحج اهلا وسهلا انا حجي بس باذن الله انا ناوي انه كل سنة احج بجوز بكرة اكون بالحج اهلا وسهلا فيكي صديق